موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل وبناء على رغبات مشاهدين البرنامج على الفيديو على السوشيال ميديا طلبوا دكتورة ناجلاء هندي أخصائي طب وجراحة الأسنان القصر العيني دبلومة تطبيقات الليزر وعلاج الفم والأسنان نورتي الدنيا يا دكتور نورتي برنامج طبيب مصر ونورتي متينة الإنتاج الأعلامية شكرك يا دكتور في كتير من متابعيننا الكرام طلبوا بالاسم حضرتك طبعا ده نتيجة لاستقبال حضرتك الرائع وروح حضرتك الطيبة مع المرات في البداية هتكلم طبيب الأسنان والفوبيا الفوبيا اللي كلنا بنقول طبيب الأسنان عنده فوبيا عنده نوع من أنواع الفوبيا اللي هو أنا بخاف أعود على كورس الأسنان وخصوصا الأطفال في البداية كده هتك بتعميه إيه مع الطفلة أو الباشنت أول ما بيكون داخل العيادة عند حضرتك السلام عليكم وأتشرفت بحضرتك وبالقناة كلها ساعتي جدا أن أنا موجودة معاكم النهاردة هو طبعا أكيد زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي مشكلة عندنا في طب الأسنان بيقولك أكتر دكتور أنا ما بحبه شوه الكورسي ده والدكتور والإبرة البين بس هو يعني هو يا جماعة معلش وإحنا طبعا بنخوف شوية بس والله يصدقيني مجرد ما الطفل أو أي بيشنت بيدخل لنا أهم حاجة أن أنت بتقادي مع العيان بتكلمي مع الأول بتحاول تعرفي الهسة البتاعه وإيه أكتر شكوة إيه أكتر حاجة مثلا لو جاي فيه حاجة وجعية أو جاي عايز يحسن الابتسامة بتاعته جاي عايز لو طفله صغير طفل الأول حاجة مهمة وإنه في أول لقاء لنا ما بنعملش أي إجراء فيه ألم لي بنتعرف عليه بنقعدوا على الكرسي بيعرف إيه هي الهوى بيطلع من النين المية بتطلع من النين بيولع النور ويطفي بعد كده ممكن بيوصلوا في كاميرا صغيرة بيشوف إيه شوف السنة بتاعتك هيا شوف السوسة الوحشة إزاي عاملة في السنة خليها لينها إسود طب إحنا ما نعمل إيه في السوسة دي طب ممكن ننيمها طب ممكن نغسلها بالمية ممكن نعمل حاجة بسيطة كده من الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها أول حاجة بنحط فلورايد بنعمل دايد موزس بس أو تشخيص للحالة بنفهم الأم إيه هي خطة العلاج بنعلمه إزاي ممكن يخسل سنانه على الكرسي بفرشة صغيرة أو على ماكت معين مثلا بنقوله ممكن نخسل سنانه كده عشان السوسة تجري وبعد كده بنديله قصة بنديله ستيكر ودي أول زيارة دي أهم حاجة في أول زيارة الزيارة الثانية بقعت كده ممكن نعمل إجراء لأنه بعد كده هو عارف يعني هو داخل عليك وشافك قبل كده فما بقاش في عنده الخوف اللي هو الأولاني من اللقاء الرهبة الأولانية والفوبيا الأولانية دي بتروح إزاي حضرتك بتعرفي الأم والطفل إيه العادات اللي يقدر يعملها ويقدر يحافظ على أسنانه في ظل طبعا اللي إحنا شايفينه دلوقتي من عادات سيئة أكلة شوكولت والحلويات والتشيبس والكلام ده كله ده بيأثر جدا على الأسنان إيه روجيتا والنصيحة اللي حضرتك بتقوليها لكل أم وكل طفل عن كيفية الاهتمام بأسنانه ونظفتها هو أول حاجة إحنا بنهتم بالأسنان من لما يكون الطفل جنين في بطن ممط بجد ونظفت يعني إذا بدري أول بدري أول إنه هو بالضبط لإنهي إحنا عندنا الطفل وهو في بطن ممط سنانه اللي بتتكون اللي هي بتطلع عن سن 8 شهور سنة اللي هو أول سنتين تحته أول سنتين فوق طب دول بيتكونوا إمتى؟ بتكونوا هو في أول 3 شهور في بطن ممط فمهمة أوي إنها بقول للأم إنها تاخد فلك أسد في الأول إنها تهتمل بالأكل بتاعها الكالسيوم الجبنة البيض مهمة أوي تتعرض للشمس عشان فيتامين دال بعد كده لما الطفل بيتولد لما الطفل بيتولد مهمة أوي طبعا في الرضاعة الطبيعية بنخلي الأم أول ظهور للأسنان في السنة الأولى بنحاول نقول للأم إنها بعد الرضاعة تمسح في السنان بيقطنى مبلولة مية مهمة أوي فيه كتير أوي إن الأمهات ما كانتشتار مهمة جدا أول سنتين الزغنانين دول أول الأسنان ما تطلع للأطفال بعد الرضاعة بعد الرضاعة على طول قطنى فيها مية؟ فيها مية لأن مهمة أوي لو اللبن لازق على السنان دي والطفل نام أربع ساعات خمس ساعات تمها وده هيسبب تسوي اللبن ده يا جماعة فيه سكريات مهمة أوي البكتيريا اللي بتسبب التسويس دي عيشة معانا زي اللي عيشة في معدتنا ده دمعة الموجودة طبعية مجرد ما تلاقي أي بقية أكل نقاط لبن نقاط عصير بتبدأ تشتغل تفرز أحماض الأحماض دي ده هو بالسنان وهي بداية التسويس فأنا بقول للأم تهتم جدا بعد الرضاعة طيب الطفل كبير بقى إن شاء الله بقى سنة ونص سنتين بدأت تطلع الأدراس بدأت تطلع الأنياب مهم قوي بعد السنتين وسنتين ونص أبدأ أجي فرشة حتى لو بمية بس وقف مع الطفل في الحمام وعلمه إزاي يخسل سنان وهي معان مهمة أوي جدا الحتة دي حتى لو من غير معجون عشان دايما تشتك الأم إن هو ممكن المعجون يبلع المعجون أو كده بلذات الحمام هو لسه طفل مش مدرك إزاي ممكن نخليها بمية بس يعني الأول كأن يبكنوا السطح الأسنان من أي بقية مهمة أوي أعلم الأولاد إن هم قبل النوم بالذات لازم نخسل سنان هو طبعا أهم هجي نخسل سنانها مرتين مرة الصبح أول ما نسحى من الموم ومرة بالليل قبل ما ننام بس أهم واحدة فيهم هي قبل ما نام لأننا لو نمتوا في بقية أكل كتير على سناني دي بقى بشتغل شغالة بكتيريا اللي عايشها معانا في بقئنا ما شاء الله بقية أكل وإفراز أحماض ليها تتقوى بالسنان لإنه فترة كبيرة إنما طول اليوم أنا باشرب وبياكل بخسل بقئي بأي حاجة فتلاقيني إيه حتى لو في بقية أكل ما بتركنش كتير دي نصيحة للكبيرة والصغيرين يعني مهم جدا جدا قبل ما ننام طب عدم وجود معجون أقدر عادي مجرد أن أنا أخسلها بالفرش خلص اتزنقت ومعجيش معجون في البيت فأقدر أن أنا أخسلها بالماء عادي وبالفرش هي الفرش دي عبارة أن حركة ميكانيكا الموفمينت أن أنت بتشيري بقية الأكل اللي لازع الأسنان مش هتشلة بالصباعك ولا بالسانك ما تحاوليش هي الفرشة اللي هتجيبها هتجيبها المعجون عشان هو فيه فلورايت وفيه حاجات تانية هي بتساعد بتتكوي مينة السنان إنما إبريدي أنت زنقتي خالص أنا معديش معجون وفاجأت باللين أنا ما فيه لا أخسلها أخسلها بالفرشة أماض ماض 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 نتكلم مع حضرتك عن مشاكل الكبار مشاكل الكبار التي لا تعد ولا تحصى كتير جدا 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 نريد أن نتكلم مع حضرتك عن الزراعة وأنواحة وأنواع التركيبات كمان خصوصا إن بقى فيه تقنيات حديثة دلوقتي وبقى فيه سهولة يعني قبل كده كانت العمليات صعبة كتير وبالسبب إن بيبقى فيه تغيير في اللون أو ما كانتش بتبقى بيرفكت زي دلوقتي ممكن حديقة تكلمين عن العمليات سواء كانت زراعة أو أنواع التركيبات تمام إحنا أهم حاجة نتكلم فيها إن سناننا دي يا جماعة كان منفروض ما نفردش فيه بسهولة يعني أنا ممكن ساعد عيني يقول لي لا إخلاعي وأنا هركب لا الحاجة الطبيعية اللي ربنا خلقها دي لازم نحافظ عليها على قد ما ناط فإن لو فيه سنة فيها تسووس أو فيها كسر بنعمل علاج عصب وبنعوضها بنحن نحط فيها ضعامات في داخل قنوات العصب وبعد كده بنبني عليها السنة ونعمل عليها تربوش اللي هو الكراون الكراون ده فيه دوقتي بقى منه أنواع كتيرة جدا الأول كان كراون معدن وبعد كده بقى بورسلين معدن وفقية طبقة البورسلين لنفس الأول السنان ودلوقتي طالع إن الزيركون والإيماكس طحفة ببتفرقهش خالص عن الطبيع وقوته كمان بتبع قوي جدا ده بالنسبة لو فيه سنة واجعيني مفروض إن أنا هاخد قرار لا مش هخلع أنا هعالجها وأعمل عليها الكراون بتاعها اللي هيحافظ لي عليها وتعيش معي إن شاء الله فترقاته طيب أنا فيه سنة أنا فقط ده يعني لأي حال من الأحوال كانت عاملة خراق فاضطريت إن أنا أخلاحها كانت مريض عنده سكر لقدر الله فاللي حصلت فيها حركة شوية فخلص كان لازم تدخلها خلعنا مهم جدا نعوض المكان المفقود في الفك ده لإن ده بيأثر على العضة نفسها وبيأثر على شكل البق وبيأثر على السنان اللي قدامه والسنان اللي وراه والسنان اللي فوقي إحنا فعلا أي فراغ في الفك السنان بتتجه لإنها تملى الفراغ ده اللي جنب وتميل عليه مين وشمال واللي فوق تلاقيها نزلت لتح طيب نعوضها بإيه إحنا لنا فيه نوعين من تعويض الأسنان المفقودة اللي هي التركيبات السبتة أو زراعة الأسنان في ناس كتير قوي بتفتكر إن التركيبات السبتة دي هي زراعة الأسنان لأ هي التركيبات السبتة أنا ما كان عندي فيه سن مفقود فراغ ببرد سنة قدامه وسنة وراه واعمل عليهم كبري قطع واحدة تلت قطع في سور معنا حضرتك على الشاشة دلوقتي نقدر نشرح فيها أنواع التركيبات اللي احنا نقدر نعمل ده كان الفراغ اللي حديث بتتكلمي عليه بالزبط لا ده حفظ المسافة بتاع الأطفال ده لو أنا خلعت سنة لطفل لازم لازم بالذات الأسنان اللابنية يا جماعة ما سبحاش مكانها فاضي لأن لو أنا سبت مكانه فاضي شايف السنة لتحتيه اللي هي الطبيعية بتاعته الدايمة بتطلع على اتجاه أنا حفظها لها المكان أنا سعيبها لها المكان زي ما هو لو أنا من غير معامل الجهاز بتاع حفظ المسافة ده الفراغ ده بيتقفل فتلاقي سنة وهي طلعة اللي تحت دي هتلاقي إما طلعت ناحية اللسانية إما طلعت ناحية الخد وده بيأثر جامد على شكل الأولاد وبيحتاجوا طبقين بعد كده فده اسم حفظ المسافة احنا الصورة للتركيبات نطلق من الأعداد يحضر لنا صور التركيبات على الشهر فالتركيبات بقى هي اللي أنا ببرد سنان قدامه سنان ورا عشان خاطر أركب السنة المفقود في بقى الناس قلت لأ و أنا عشان أركب سنة أبرد سنة قدامها و سنة وراها يبقى أنا مفقود فيه سنتين سلام ليه أبردهم و ليه أأثر عليهم و ليه أضعف منهم طيب يبقى إحنا الحاجات الجديدة دوقات الزراعة مكان السنة المخلوعة دي بحط دعامة معدنية زي أي شرايح و مسامير ما نعملها في إيدينا أو رجلينا لو قدرها في حالة الحوادث بحطها في الفك بتعوض للجزر بتاع السنة وبعد شهر بالضبط بحط عليها التربوش بتاع السنة فكده أفل الفراغ بتاع السنة الموجود وبتبقى طبعا ما شاء الله بين السنان بتبقى شبعينا خالص خالص وبعدين دوقات الزراعة بقى في منها أنواع في زراعة زراعة اليوم يعني أنا بزرع أنا بخلع السنة وحط الإمبلانت معنا بعدها على طول وفي نفس الجرح في نفس الزيارة مش أنا بخلع وبأستنى وبعدين أرجع عتاني أهضل لا يعني في دوقاتي زراعات بكننا الأول بنستنى ستا شهور دوقاتي بقى إنا نستنى في حاجات بقى تستنى 6 شهور وفي حدوقاتي حاجات بقى تستنى شهر واحد فيه كمان زراعات دوقتي فيها شرايح زكية الحاجات الديجيتل دوقتي والحاجات الزكية هي النوع التركيبات معها أي أريد أنواع ده الزراعة ده الزراعة اللي هي الدعامة اللي أنا بحطها مكان جزر مكان الجزر عشان بعد شهر أركب عليها نفس التربوش اللي فوق يعوض بالمكان الفاضي طبعا طبعا الزراعات دي منها بقى زي ما بقول حاضرك دوقتي حاجات زكية أنها يعني حتى بتحسب لي نسبة تكوين العظم على الزرعة يعني بالعشعة بالريبرتو بحاجات كتيرة جيدا يعني ما شاء الله دوقتي في تطور كبير في موضوع الزراعة الثورة التكنولوجية الجديدة في الليزر تقنية الليزر في كل شيء في كل أقسام وتخصصات الطب الليزر دخل فيها ممكن حاجاتي تكلمينا على الليزر واستخداماته في علاج الأسنان وخصوصا في الزرع يعني لو هنتكلم مثلا قبل الزرع وقبل مخلع أصلا خالص بيكون في عندي مشاكل في العصب مشاكل في العصب يعني أنا عشيلي الأسنان ليه وأفقد السنة وهي موجودة ونقدر أعالج العصب وهو موجود فنتكلم حضرتك على الليزر واستخداماته وكمان نتكلم على أمراض العصب وكيفية علاجها تمام بصي حبيث الليزر يعني ما شاء الله ده واتي من الحاجات اللي دخلها ودخلها بقوة في عيادة الأسنان الليزر ده يعني هنشرحه بالراحة كده بس للناس هو عبارة عن موجات ضوئية متجمعة بطول ضوئي معين بتنزل بقوة كبيرة نستخدم القوة دي في خط بسيط أوي بنستخدمها يا إما نحن بنطع به أنسجع يا إما بنحفر به أسنان يا إما بنعمل به تطهير لقنوات العصب فالليزر ليه منه يعني فيوايد كتيرة جدا في داخل بقوة أوي في الأسنان طيب أنا في الليزر ممكن أستعمله في بوزداته من أحسن الحاجات اللي ما شاء الله وجايب نتيجة فيها عالية جدا في الجراحات يعني مثلا في قطع الليسة أنا كنت زمان بقطع الليسة بالمشرة بتقعد على أقل بالأسبوعين فيه دم ونزيف وممكن يحصل التهاب في مكان الجرح لو أنا عندي لسة أسنان لسوية أو ضحكة للمريض بيدحك فالليسة بتبان قوي دولوقتي إحنا ممكن نقص الليسة عشان لقلل الضحكة تبان طبيعية أكدر ودي كانت مشكلة كثيرة مع الناس خصوص مزانات كتير دلوقتي الليزر بيحلها فساعة إحنا بنعمل القطع والأعيان بيطلع برة ما فيش مكان للجرح وما فيش نزيف وما فيش ما بيحطش فاج ما بيحطش ما بيغيرش على الباك كل يومين ييجي للدكتور يغير عشان الجرح يشوفه لأن الليزر أصلا بيقطع من غير دم أول حال يعني هو بيعمل سيل أو بيقفل الأوعية الدموية فما فيش نزيف بعد العملية الحاجة تاني هو أصلا مطهر يعني هو كمان ليه خاصية أنه بيطهر المكان فعشان كده بعد العملية فبيبقى الجرح نظيف السطح مهما حصل إن شاء الله ما بيحصلش فيه غير كده كمان إنه هو بيقلل التهابات ما فيش ورم ما فيش احمرار يعني بقى ما فيش دم ما فيش ورم ما فيش احمرار الألم كمان بيقلل إنه هو بيعمل سيل أو بيقفل الأوعية الأعصاب فبيبقى شد بأعيان حاسس زي الأطعمة بالمشط أو بالكتر اللي هو زمان بالكهرباء أهمية الفلورايد بالنسبة للأسنان أهميتها فيه وإيه أنواع الأطعمة والأكل وإزاي إن أنا أغذي نفسي بطريقة سليمة إن أنا أحافظ على أسناني وكمان أحظى بأسنان هو هي تقعد معي لعمر كله هو الفلورايد من الحاجات الجميلة اللي أنا بستعملها للأطفال بالذات لأنه هو بيقوي مينة الأسنان يعني هو بيتحد مع الكالسيوم فبيعمل هيدروكسي أبطايت وبيقوي المادة دي إنها تبقى مقاومة للأحماض والحلويات والعصائر اللي الأولاد بيشربوها كتير فأنا كتير قوي بيحب أعمله للأطفال في العيادة هي بتبقى عبارة عن فرشة فيها زي جل أصفر بنحطه بنطبقه على أسنان الولاد وهو الولد بيقعد ساعة بعدها ولا بيأكل ولا بيشرب ولا بيخسل بقه وبتدي نتيجة رائعة بعدها مثلا في الزيارة التانية بتلاقي حتى لو فيه كان بداية تسوّس على الأسنان الأمامية للطفل أو الأدراس في نخر بسيط بيختفي سبحان الله مع طبعا الاهتمام إنه هو بيقلل الحلويات وبيخسل سنانه بالفرشن معجون مرة صلوح ومر ربيدين فالدنيا بتهدم عاقوي الأكل المهم إنه إحنا لازم ناستعمله إنه إحنا لازم ناكل الحاجات فيها كالسوم اللبن، البيض، الأجبان، الخضار الحاجات اللي هو الأولاد بيستسهروا يروح يجيبوا كيك وعصير وشبستيك ده غلط خالص لإني دي كلها استيكي فوق يعني دي كلها حاجات بتلزق على سطح السنة بتخليها تتعب أكتر إنما الحاجات اللي فيها زي الفواكه والخضار دي بتخليها فيها ميا وفيها فيتامينات بتحس إنها حتى ونت بتكليها إنه بقك نظيف يعني مش مفيش حاجة لازق عليه فهو ده اللي لازم نعود البيض عليه استخدامات الكالسيوم أو الفيتامينز نقدر إنه إحنا في أي عمر يعني طبعا إحنا بنقسس الطفل وأساسي لازم من البداية لكن في عمره معين لو الإنسان وصله خلاص مهما خد كالسيوم مش هيفيد أسمانه ولا طبيعي عادي لا، الكالسيوم مهم جدا على فكرة في كل وقت لإنه إحنا حتى في سن كبير إحنا بنحتاج تعويض لإنما بقاش فيه عندنا مخزون فإحنا بنحتاج نعوض إحتياجنا اليوم من الكالسيوم فده لازم بناخده بالبيتامينات والبيتامينز والكالسيوم لازم إنتيك على طول مهم ما فيش حاجة أسماء أجل معلومة صغيرة لكل أم هل استخدام العضادة أو استخدام صباعي لطفل وعده كتير على أسنانه وهو لسه في المرحلة قبل الأسنان ما تطلع ده بيأثر على أسنان الطفل طبعا ده بيأثر على عظم الفك نفسه كمان يعني أنا مهم جدا لكل أم أنها تراكب ابنها وهو في السن ده إن هو ميحطش صباع في بقى لأن مص الصباع ده من أكتر العادات الخطأ اللي بتأثر على الفك بتعمل بروز للفك اللي بيعمل ضب للطفل وبعد كده بيحتاج إن هو يعمل تقويل يبقى مهم قوي إن أنا لو يعني في العاداتة بيتبقى بس أو اللي هو اللي هو التتينة التتينة دي بنستعملها أول سنة بس بعد ما بتطلع الأسنان المفروض بنوقفها يعني لو إحتاجناها لو ما إحتاجناها شيبقى ده أحسن برضو مص الصباع عد الشفاء إن أنا مثلا أعود على شفتي من جوة جامد ده بيخلي برضو سنانة من قدام تبرز لبرة إن أنا ممكن أعود على لسانية أعود أطلع لساني وزق وجامد للأسنان القدام ده برضو بيعمل بروز للفاكر من قدام وده غلط المؤمن لما بتلاحظ ده المهم بتحاول مع الطفل إنها تقلل الموضوع ده عشان ما يسببش طبعا مشاكل الأسنان بكل الحاجات اللي إحنا تعلمناها من أمهاتنا زماني إحنا نحط نقل 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 بالصباع ونحط حاجات مرة عليه زي صبار والحاجات لو ما نفعش بيبقى ساعات بنلجأ لدكتور السنان إنه بيعمل له جهاز مع خصوص لكسر العادة دي إنه يركبه للطفل عشان يبقى إنه يمصص بقى في نهاية الفاكرة حبع كلمة من حضرتك عن مبادرات الصحة اللي موجودة في الدولة المصرية وكلمة في حق الطبيب المصري وهو أفضل طبيب على مستوى الوطن العربي وكمان عالميا والله هو طبعا المبادرات دي أنا شغالة الصبح في إدارة الصحية بكرداسة أنا نايف مدير الإدارة هناك ومسؤول مكافحة العدوى في الإدارة في المبادرات إحنا عندنا مبادرات كتك جدا ومن يعني بصراحة من أعظم الحاجات اللي شوفناها في فتر جفاتك في مبادرات بالتاعة 100 يوم صح هاد وقت ما شغالة كتيد في مبادرة جديدة اسمه قلبك أمانة موجودة عندنا في وحدة نهية وفي وحدة المعدمدية إن موفرين جهاز رسم قلب واتمقنا على القلب مجانة للناس الكبار في السن في مبادرات الأم والجنين في مبادرات صحة المرأة اللي هي بتعتمد إنها إزاي تعلم الأمهات والبنات ما شاء الله من سنة 18 سنة إزاي إنها تاع الكشفة مباكرة سلطان السادي ودي من الحاجات اللي فعلا انتهادت ناس كتير جدا وقاها بصراحة أنا شفتها شفتها حقيا إن فينا بنات وأمهات كانش تعرف إن عندها الحاجات دي فلما سمع التوعية الرائدات عندنا ما شاء الله الرائدات عشان أنا إدارة رائفية شوية أنا بكلم على إدارة بتاعتي إدارة كرداسة رائدات مشارها شغالين مية مية بصراحة في التوعية عيادات تنظيم الأسرة عندنا بتأدي بصراحة مجهود جامد التمريد ما شاء الله عليه بصراحة عليه مجهود كبير شكرا وتحية وتأدير للدولة ومبادرات الدولة الصحية اللي في النهاية خالص بتصبف صحة وسلامة المواطنين المصريين بشكرك جدا مستمتعنا بفقرة حضرتك ويا رب بإذن الله يكون لنا فقرات تانية علشان رغبات الجمهور لأن احنا مش بعناش من لقاء حضرتك شرفتيني ونوارتيني شرفتيني في نهاية فقرتي بشكر دكتورة نجلاء هندي أخصائي الطب وجراحة الأسنان القصر العيني دبلومي التطبيقات الليزر وعلاج الفم والأسنان شرفتيني يا دكتور شرفتيني انتظرونا بعد الفاصل مشاهدين الكرام وفقرة قوية جدا مع دكتور أمير عاصم مجستير جراحة العظام والعمود الفقري وإصابة الملاعب طب عين شمس عضو جماية جراحة العظام المصرية عضو اتحاد الأطباء العرب أسئلة مهمة جدا عن العمود الفقري وعن الانزلاق الغدروفي وإجابتها مع دكتور أمير انتظرونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة